لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن وله أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حديثنا وإياكم ضمن الأسوة الحسنة حيث نقتطف جميعا من أزاهيرها وورودها من توجيهات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده والحديث في هذه الحلقة سيكون عن بعض جوانب حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماية حوزة الدين وأن لا يدخل عليه ما ليس منه ذلك أن الأمم السالفة كانوا قد أفسدوا دينهم بما أدخلوا فيه من البدع والمحدثات ولذا قال جل وعلا منكرا عليهم هذا الأمر ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وأيضا أنهم وضعوا على أنفسهم هذه المحدثات فصارت أصارا آصارا وأغلالا عليهم ولذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ومن هنا فإن الله جل وعلا قد أنعم علينا في هذه الشرعة الخاتمة شريعة الإسلام بأن كملها جل وعلا وارتضاها وأتمها كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن تمام هذه النعمة أن الله تكفل بحفظها كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وقد أبدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعاد في التحذير من أن يدخل على الدين ما ليس منه تحت أي مبرر فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وتضافرت الروايات بهذا المعنى من أحدث في أمرنا المراد به الدين كما جاء في رواية من أحدث في ديننا أو من عمل عملا ليس في ديننا أو كما صحانه عليه الصلاة والسلام ونلحظ الحسم والحزم الكامل من أحدث سماه حدث شيء جديد شيء ليس من الدين من أحدث في أمرنا هذا هذا الدين أمرنا واضح وبين الدين لا غمض فيه الدين واضح وهو بين يعلمه العلماء بالله وأمره وشرعه ولا يمكن أن يخفى عليهم فيه شيء ما حكمه فهو رد مردود لا يقبل منه ولذا قال العلماء أن هذا الحديث العظيم يعتبر أحد أصول الإسلام لماذا؟ لأنه وضع قاعدة في جميع الأعمال الظاهرة بأنها غير مقبولة عند الله إلا إذا كانت على دين رسول الله على شرعته لأنه هو المبلغ لنا عن الله جل وعلا فعندنا ميزانا ميزان للأعمال الباطنة النيات والمقاصد وميزان للأعمال الظاهرة وهي الأفعال والأقوال أما الأعمال الباطنة وهي النيات أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما تحققت فيه نية صادقة وهو ابتغاء وجه الله قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا نوى نية صالحة يبتغي بالعمل وجه الله آجره الله ولكن لا بد أيضا مع صفاء النية وصلاحها أن يكون هناك عمل على ما طلب وعلى ما أمر وعلى ما فرغ فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يصوم في رمضان بدل أن يصوم النهار هو يريد رضى الله جل وعلا بدل أن يصوم النهار أضاف إليه من الليل ساعتين هذا زيادة عمل لكنه غير مقبول محرم مردود عليه طيب هو يريد رضى الله لا يقبل لماذا؟ لأنه ليس على الشرع ما كان خالصا صوابا هذا كما دلت عليه الآية في أواخر سورة البقرة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالح على سنة رسول الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا يبتغي وجه الله كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا خالص نية صالحة صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتقل بكم الآن إلى مشهد عجيب تصوروا في يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره الشريف فرأى رجلا واقف أيضا في الشمس لا يستظل بالظل كما هو الذين يحضرون وأيضا ليس قاعدا وقت الخطبة وصائم فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر موضعه والحديث أصله في صاحب البخاري قال ما شأن هذا قالوا إنه نذر حال الخطبة تعظيما لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعد ولا يستظل ولا يختر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليقعد وليستظل وليختر هذه كلها ممنوعها طيب هو أراد وجه الله وأراد تعظيم خطبة رسول الله لا تقبل لماذا؟ لأنها ليست في الشرع لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيها الأخوة ننحظ أنه إغلاق محكم إغلاق محكم على كل بدعة لأن البدعة والعلماء يعرفون البدعة هي ما أحدث في الدين على غير مثال سابق بمعنى أن الإنسان يأتي بشيء جديد يزيده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة الرسول كيف يصنع في بيته هل هو دائم الصيام؟ قالوا لا هو يغفت طيب هل هو طول الليل قائم؟ قالوا لا يقوم وينام قالوا وقد استقلوا هذا الأحمل قالوا نحن نريد أن نعمل أكثر من هذا قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام يعني لن أنام طول حياتي ليلا سأجعلها قياما بالليل والثاني قال أنا لا أفطر طيلة حياتي قال الثالث أيضا أنا لا أتزوج النساء أتبتل أبقى بلا زواج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول فخطب على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له أنتم تستقلون هذه الأعمال لكني أنا أخشاكم لله أكثر منكم خشية وأكثر منكم تقوى والله هو الذي زكاه ولكني مع ذلك إن خشية لله وتقوايا لله لا تمنعني مما هذا الذي أنتم فرضتوه على أنفسكم فمن رغب عن سنتي فليس مني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة والعجيب أيها الإخوة الغالب أن الذي يأتي بالمحدثات وناس لا علم عندهم العلماء بالله وأمره لا يأتون بالبدع دائما العلم نور يكشف المدلهمات يكشف المحدثات والمبتدعات ولذلك الناس كلما قل علمهم راجت بينهم البدع وراجت بينهم المحدثات والإشاعات والعجيب أن هناك يعني البدع تتجدد بحسب العصر هناك بدع يعني جاءت في العصور المتقدمة قبل التقنيات الحديثة والكهرباء وإلى ما إلى ذلك الآن تأتي بدع تناسب المحدثات عفوا هذه الاكتشافات الحديثة وسأقف حول هذا الأمر بإذن الله لكن بعد فاصل قصير نذهب إليه ثم نتابع بإذن الله مرحبا بكم وأهلا من جديد أيها الإخوة والأخوات لازلت وإياكم في سياق الحديث عن هذه القضية الكبرى وهي هديه صلى الله عليه وآله وسلم في حماية الدين ومنع البدع والمحدثات وقد قدمت هذا الأصل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فأي بدعة محدثة مردودة وينبغي أن نلاحظ وغني عن القول التأكيد في هذا المقام أن البدع تتعلق بالدين الأشياء المستحدثة هي المتعلقة بالدين لأن بعض الناس يظن أن الأشياء المستحدثة تنسحب على المكتشفات العلمية والأمور الحياتية وهذا غير صحيح إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا في الدين لأن الدين كامل ولكم من تدركوا أيها الإخوة والأخوات أن البدع حقيقة في شناعتها أنها نوع من الاستدراك على الله نوع من الاستدراك على الله كأن المبتدع الذي أحدث في الدين يقول إن دينك يا الله ليس بكامل ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم المبتدع لا لا يرضى بهذا يضيف وهذه البدع للأسف الشديد أنها تزاحم السنن ولذلك كما قال بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا رفعت وحرموا سنة مكانها فالمؤمن يلاحظ أنه في كل عبادة هل عليها دليل أو لا لابد أن أي عبادة من العبادات هل عليها دليل فأهلا وسهلا والدليل إما من قرآن أو سنة صحيحة الأحاديث الضعاف والموضوع لا تقبل في هذا الباب لأنها ليست صحيحة لم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أن الذين يستحدثون ويبتدعون كما قلت هم أهل الجهل بلا شك أننا نوقع العلماء الكبار الذين خدموا هذا الدين فالإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن الحنبل كلهم على العين وعلى الرأس وما خدموا به هذا الدين لكن لا يكفي قول أحد من الناس من هؤلاء العلماء الأجلاء أو من غيرهم ومن دونهم إلا بدليل من قرآن أو سنة وهذا ما أكده الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلهم يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحاد لذلك ينبغي على المؤمن دائما أن يكون حريصا على العبادات والأعمال والتعبد لله الذي ثبت بالقرآن والسنة بعض الناس يقول أنا ليس عندي ملكة ولا مهارة ولا فهم ولا علم يجعلني أعرف أستنبط وأعرف أن هذا الدليل صحيح أو هذا يستدل به أو لا يستدل ما العمل قال العلماء أنت هنا منهجك منهج التقليد تقلد إماما أو عالما تعرف منه سلامة الدين وصحة المعتقد وحرصه على أن يكون على شرع الله جل وعلا لا يقلد الجاهل ذلك بعض الأحيان الجهلة يفتحون على الناس أمورا واضحا أنها ليست من دين الله لماذا؟ لأنهم أدخلوا إنما أدخلوا الناس من خلال البدع التي لدى للعليها ودعوني أضرب لكم أحد الأمثلة اشتهر بين الناس ما يسمى رسالة أحمد خادم الحجرة النبوية هذه الرسالة كانت قديما قبل الآلات والطابعات تكتب بخط اليد أن هذا الرجل اسمه أحمد وعنده مفاتيح الحجرة النبوية وأنه نام في إحدى الليالي ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه أتاه إليه وبلغه بكذا وكذا وأن هذه الوصية من صورها ومن كتبها ونشرها فإنه يكتب له كذا وكذا وكذا ومن لم يرفع بها رأسا ولم ينشرها فإنه معرض للخسارة هو لطلاق زوجته وموت أولاده وإلى آخره هذه راجعة بين الناس دم جاءت الآلات التصوير صار الناس يقول من لابد من تصويرها مئة صورة وأتوزيعها الآن جاءت وسائل التواصل الحديث إرسالها التواصل الاجتماعي الحديثة إرسالها بالواتس أب وبتويتر وإلى آخره ومن لم يفعل فإنه تصيبه قارعة تحل به ومن فعل يغنم يكسب يربح تجارته ويترقع إلى آخرين أولا هذه بدعة محدثة ولا يعرف في التاريخ شخص اسمه أحد حامل مفاتيح حجر النبوية ثم أيضا هذا القول نحن لسنا بحاجة إليه الوصايا التي وجهنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينا ولا نحتاج إلى أحلام ورؤى وأشخاص مجهولين لا هذا غير مقبول في الدين الدين واضح ديننا تلقيناه ولله الحمد بالأسانيد الأسانيد الواضحة البينة التي يعرف نقلتها ويعرف علمهم وضبطهم فوصل إلينا القرآن والله الحمد بالتواتر ووصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو بالتواتر ومنها ما هو بدون ذلك لكنها ثابتة صحيحة وتقوم بها الحجة والعمل في الاعتقاد والأعمال وفي غير ذلك إذن أيها الإخوة المؤمن يحرص على أن يكون على السنة لأن تعظيم السنة أجرها عظيم وثوابها جزيل أما البدع والمحدثات فلا شك أنها لا تذهب بالإنسان إلا إلى الضلالة وقد ثبت في ما رواه الإمام أحمد بسند جيد عن للعرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه مرة قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع كأنها خطبة مودع فأوصنا قال أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم حبشي أو قال وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وفي رواية المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لاحظوا هذا الجمع أو هذه الكلمة الجامعة كل بدعة ضلالة لا توجد بدعة تقود إلى هدى وإلى خير البدع كلها ضلالات والضلالات تقود إلى النار وبعد أيها الإخوة والأخوات فهذا جانب من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حمايته للدين من أن يدخل عليه بدع أو محدثات فمن استقام على الدين وعمل بسنة خير النبيين قبل منه ومن أحدث وابتدع رد عليه وأثم ولم يقبل منه وفقنا الله جميعا للخيرات نسأل الله أن يثبتنا على السنة والهدى حتى نلقاه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اشتركوا في القناة